مرة واحدة في قرية صغيرة كان هناك رجل يعيش حياة بسيطة ومتواضعة كانت لديه عائلة صغيرة وكان يعمل بجد في حقله الزراعي لكسب قوت يومهم في يوم من الأيام أتت إليه فتاة صغيرة جائعة وترتدي ملابس متهالكة كانت تبحث عن قطعة خبز لتطعم بها أسرتها رأى الرجل الصغير وشعر بالتعاطف تجاهها دون تردد قدم الرجل للفتاة القليلة من الطعام الذي كان لديه لم يكن لديه الكثير ولكن كان على استعداد لتقديم المساعدة الذي يستطيعه بعد أيام قليلة تعرض الرجل لحادث في حقله وأصيب بجروح خطيرة لم يستطع العمل ولا يملك المال للعلاج كانت عائلته تعاني بسبب ضيق الحال في تلك اللحظة الصعبة ظهر رجل غريب في القرية كان يبحث عن الرجل الذي قدم الطعام للفتاة الجائعة عندما عرف الرجل الصالح تبرع بمبلغ كبير من المال لمساعدته في تغطية تكاليف العلاج تعافى الرجل الصالح تدريجيا وبدأ بالعمل مرة أخرى بفضل مساعدة الغريب الكريم تحسنت حياة الرجل وعائلته بشكل كبير بدأ يزرع المحاصيل بكفاءة واستطاع توفير مستقبل أفضل لعائلته ومنذ ذلك الحين أصبح الرجل الصالح أكثر تعاطفا وسخاءا كلما رأى شخصا بحاجة كان على استعداد لتقديم المساعدة والصدقة تأثر الآخرون بأعماله الصالحة وبدأوا في ممارسة الخير أيضا هذه القصة تذكرنا بأن الصدقة والعطاء لهما تأثير قوي في حياة الناس قد يكون العمل الصالح الصغير الذي نقدمه لشخص محتاج هو ما يحتاجه لتغيير حياته وقد يعود الخير إلينا في أشكال غير متوقعة عندما نحتاجه أنفسنا ترجمة نانسي قنقر